جلس رجلان كفيفان على طريق أم جعفر العباسية لمعرفتهما بكرمها فكان أحدهما يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم ارزقني من فضلك ويقول الآخر اللهم ارزقني من فضل أم جعفر وكانت أم جعفر تعلم ذلك منهما وتسمع فكانت ترسل لمن طلب فضل الله ذرهمين ولمن طلب فضلها دجاجة مشوية في جوفها عشرة دنانير كان الكفيف الذي يطلب الرزق من فضل أم جعفر يبيع دجاجته كل يوم بدرهمين للكفيف الذي يطلب الرزق من الله وهو لا يعلم ما في جوفها من دنانير وظل على ذلك عشرة أيام متوالية وبعد اليوم العاشر أقبلت أم جعفر عليهما وقالت لطالب فضلها بكل فخر أما أغناك فضلنا قال الكفيف صاحب الدجاجة وما هو هذا الفضل قالت أم جعفر وهي تتباهى مئة دينار في عشرة أيام قال الكفيف لا هذا لم يحدث بل دجاجة كنت أبيعها يوميا لصاحب بدرهمين تعجبت أم جعفر ثم استغفرت الله وقالت وهي تبكي هذا طلب من فضلنا فحرمه الله وذاك طلب من فضل الله فأعطاه الله أغناءه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب كانت زوجة عمران امرأة صالحة ولكنها كانت لا تلد فدعت الله تعالى أن يرزقها ولدا ونذرت أن تجعله متفرغا للعبادة فاستجاب الله دعاءها وشاء أن تلد أنثى فسمتها أمها مريم وطلبت من الله أن يبعد عنها الشيطان كبرت مريم وكانت مثالا للعبادة والتقوى وفي يوم جاءها جبريل عليه السلام على صورة بشر وطمأنها بأنه رسول من الله جاء ليهب لها طفلا ونفخ جبريل في شق ثوب مريم فحملت وامتلأ قلب مريم بالحزن حتى ولدت ورأت طفلها ثم استسلمت للنوم وعندما استيقظت ومشت لاحظ الناس أنها تحمل طفلا وتضمه لصدرها وتمشي به فجاء كهنة اليهود يسألونها ابن من هذا يا مريم فأشارت بيدها لعيسى فنطق بإرادة الله وأخبرهم بأنه عبد الله وقد جعله نبيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فامتلأت وجوه الكهنة بالدهشة كبر عيسى عليه السلام واختاره الله تعالى نبيا وأنزل عليه الإنجيل فذهب يدعو يهود بني إسرائيل إلى الإيمان بالله وحده حتى يرضى الله عنهم لكنهم لم يعملوا بنصيحته وعاندوه وكذبوه ولم يناصره إلا مجموعة قليلة آمنوا به وهم الحواريون كانوا يلتفون حوله ويتعلمون منه وكان كلما ازداد عناد بني إسرائيل وكفرهم أنزل الله تعالى على نبيه معجزات تؤكد أنه نبي من عند الله وليس مثل أي بشر فكان يمسك بيده قبضة من الطين ويشكلها في هيئة طير وينفق فيها فتطير بأمر الله وكان أهل زمانه يفتخرون بمهارتهم في الطب فأعطاه الله تعالى معجزة الشفاء فكان إذا وضع يده على مريض شفي بأمر الله ورغم كل هذه المعجزات ظل بني إسرائيل على الكفر والعناد لكن نبي الله عيسى عليه السلام ظل يدعو حتى آمن الكثير به وزاد أنصاره وازداد اليهود عنادا وكفروا به وذهبوا للملك وحرضوه عليه وقالوا له إن عيسى يطمع أن يصبح هو الملك وسيأخذ الملك منك في أقرب وقت فاغتاض الملك وأمرهم أن يحضروه ليقتله ولما بلغ عيسى عليه السلام أن اليهود يريدون قتله خرج على أصحابه وسألهم من منكم مستعد أن يلقي الله عليه شبهي فيصلب بدلا مني ويكون معي في الجنة قام شاب فنزل عليه شبه عيسى ورفع الله عيسى عليه السلام أمام أعين الحواريين إلى السماء وجاء اليهود وأخذوا شبيه عيسى وقتلوه ثم صلبوه ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام ولا يزال عيسى عليه السلام حيا ويدل على ذلك أحاديث كثيرة صحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين في مدرسة إعدادية خاصة عادت فتاة صغيرة من المدرسة وبعد وصولها إلى البيت لاحظت الأم أن ابنتها قد انتابها الحزن فسألتها عن سبب حزنها فقالت لها أمها إن معلمة التي تشكو دائما من صداع في رأسها وتغضب كثيرا بدون سبب هددتني بالطرد من المدرسة بسبب ملابس طويلة التي أرتديها لأنها لا تريد أن تراني بها قالت الأم ولكنها الملابس التي يريدها الله يا بنيتي المعلمة لا تريد والله يريد فمن تطيعين؟ أتطيعين الله الذي خلقك وصورك في أجمل صورة وأنعم عليك بالنعم الكثيرة أم تطيعين معلمتك وهي مخلوقة مثلك لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرّا؟ قالت الفتاة بل أطيع الله عز وجل وفي اليوم التالي ذهبت الفتاة بالثياب الطويلة وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة فلم تستطع تلك الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب المصحوبة بنظرات صديقاتها إليها فما كان منها إلا أن انفجرت بالبكاء ثم قالت لمعلمتها كلمات كبيرة في معناها قليلة في عددها والله لا أدري من أطيع أنت أم الله أطيعك أنت فأرتدي ما تريدين وأعصي الله أم أطيعه لأرضيه وأعصيك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إنني سوف أطيع الله سبحانه وتعالى وليكن ما يكن حتى وإن تم ترضي من المدرسة ولكني أنصحك أنت لوجه الله أن ترتدي الحجاب والملابس الطويلة حتى يرضى الله عنك ورسوله الذي أوصانا بما أقوله لك عندما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بعد أن اختارت تلك الصغيرة الالتزام والطاعة لأوامر الله الواحد القهار ونصحت معلمتها أصيبت المعلمة بذهول شديد وظلت في صمت طويل دون تعليق ثم طلبت من التلميذة أن تحضر أمها في الغد وفي الصباح جاءت الأم وفي تفكيرها إعطاء المعلمة درسا قاسيا وإذا بالمعلمة تقول لها لقد وعضتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي رغم دراستي للتربية وأخذ قسط كبير من العلم فتحية لك يا من زرعت في ابنتك حب الله ورسوله والله لقد أثرت ابنتك فيي كثيرا حيث عدت من المدرسة بالأمس أبكي وأنا في صلاتي وعاهدت الله أن ألتزم بأوامره ولا أعصيه أبدا وطلبت منه أن يغفر لي تقصيري ويثبت قلبي على دينه وبعد التزام المعلمة وارتدائها للحجاب والملابس الطويلة وعمل كل ما يرضي الله عز وجل شفيت تماما من الصداع الذي كان يلازمها طوال اليوم وتقدم لها أكثر من خطيب وبعد أن تزوجت كانت دائما تقول لتلميذتها كم أنا أحبك يا من غيرت حياتي تماما بفضل الله وبفضل تلبية أوامر الله عز وجل دون خوف من غضبي أو عقابي ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من ندنا أجرا عظيما ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما حمد الشاب ربه وقال لزوجته لقد عنم الله بصدق توبة إليه واستجاب لدعوة رجل فقير دعاها بإخلاص شديد شاب ثري في الثلاثين من عمره رزقه الله بالكثير من النعم فلم يكن يشكر الله عليها لعدم شعوره بها في أحد الأيام ذهب لشراء قصر من خلال مزاد وعندما لم يحصل على هذا القصر الذي كان يتمناه غاضب كثيرا وفي رحلة عودته لبيته شعر بالجوع فتوقف أمام مطعم شهير ليتناول وجبة شهية وأثناء نزوله من السيارة لاحظ رجلا يقف بجانب صندوق قمامة خارج المطعم ويسحب أكياس القمامة ويفحص ما فيها ثم يضع الخبز في كيس وبقايا الطعام في كيس آخر دون أن يزعج أحدا أو يتسول من أحد وبعد أن لف الطعام الذي وجده في كيس واحد قام بتنظيف المنطقة فتألم قلب الشاب ولأول مرة يشعر بمسكين فذهب واشترى له من المطعم أكبر وجبة وأعطاها له ففرح الرجل كثيرا ثم أخرج كيس بقايا الطعام ليأكل منه واحتفظ بالوجبة الطازجة وقال للشاب سأعود بها لأطفالي وزوجتي فهم أولى بها مني تأثر الشاب كثيرا وطلب من الرجل أن يأكل الوجبة الطازجة وأنه سيشتري لأسرته وجبات أخرى ثم بكى عندما سمع الرجل يقول له أنا مريض بأمراض كثيرة ولا أقدر على العمل وقد صليت اليوم ودعوت الله أن يبعث لي قلبا رحيما يساعدني وقد استجاب الله لدعائي وأرسلك لي وقف الشاب عاجزا عن الكلام وبدأت الدموع تملأ عينيه وأخذ يقول في نفسه يا رب لقد أنعمت علي بالكثير من النعم ولم أشكرك عليها وأعيدك من الآن بالعودة إليك والعمل على رضاك وبعد أن أكل الرجل الفقير وجبته اشترى الشاب وجبات لأسرته وأعطاه مبلغا كبيرا من المال ثم قام بتوصيله إلى بيته وأخبره بأنه سيأتي إليه في الغد ويأخذه إلى الأطباء والمستشفيات العلاجه ووعده بعد أن يشفيه الله سيتم تعيينه بشركته فدعا له الرجل عند أذان المغرب برضى الله عليه وبتحقيق ما يتمنى عاد الشاب إلى البيت ففوجئ بمفاجأة لم يكن أبدا يتوقعها حيث وجد زوجته قد عادت هي وابناهما بعد أن ظلت ستة أشهر غاضبة عند أهلها ولم تستجب لكل المحاولات التي حاولها معها والاعتذار الكثير لها ووعوده بتصحيح كل أخطائه معها وعندما وجدته يقف مندهشا ابتسمت وقالت له لقد سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد فدعوت الله أن يهدي قلبي لما يراه خيرا لي حيث كنت وأنا عند أهلي أحن إليك أياما وأغضب عليك أياما واليوم وعند آذان المغرب وجدت شيئا يرسلني إلى هنا وينسيني كل أخطائك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طالوت وجالوت في فترة من فترات حياة بني إسرائيل كانوا مهزومين أمام أعدائهم وقد أخذ أعداؤهم منهم التابوت الذي فيه سكينة من الله وقد شعر القوم بالذل والهوان فذهبوا لنبيهم وقالوا له ابعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله ونستعيد أرضنا ومجدنا سألهم نبيهم وكان أعلم بهم هل أنتم واثقون من القتال لو كتب عليكم قالوا ولماذا لنقاتل في سبيل الله وقد طردنا من ديارنا جاء الوحي من الله تعالى بأن الملك الذي عينه الله لقيادتهم هو طالوت وأنه هو الذي سيقودهم إلى النصر وتحرير أرضهم من المغتصبين بعد أن استعدوا للقتال إذا بهم يعترضون على القائد الذي عين من عند الله تعالى كيف يكون ملكا علينا وهو ليس من أبناء الأسرة التي يخرج منها الملوك كما أنه ليس غنيا وفينا من هو أغنى منه فعجب النبي لموقفهم وبيّن لهم أن طالوت أنسب الناس لأن الله اختاره وفضله عليهم بعلمه وقوة جسمه وأخبرهم بأن طالوت سيأتيهم بالتابوت بدون قتال ولا حرب وستحمله الملائكة وتأتي به إليهم فلما جاءت الآية سلم القوم مكرهين ولما خرج طالوت بهم للمعركة الفاصلة أراد أن يختبر حماستهم كان الابتلاء الثاني فقد قال لهم طالوت سنصادف نهرا في الطريق فلا تشرب منه فمن خالف أمري فليس من جيشي ولا يتبعني والذي أطاع فإنه يبقى معي ويقاتل ثم أراد أن يخفف عنهم لأن في القوم عطشا فقال لهم أما من يأخذ غرفة من الماء بيده يطفئ عطشه فليبقى معي في الجيش ولما وصلوا النهر عصوا طالوت وشرب معظم الجنود إلا قليلا منهم التزموا الأمر فترك طالوت العصات المخالفين وسار بالقلة المطيعة حتى وصل بهم إلى أرض المعركة كان عدد أفراد جيش طالوت قليلا جدا وكان جيش العدو كبيرا وقويا وكان هذا الابتلاء الثالث حيث شعر بعض الجنود أنهم أضعفوا من جالوت وشعروا بهزيمتهم أما المؤمنون فيعلمون دائما أن النصر ليس بالعدة والعتاد إنما النصر من عند الله لذلك أقبلوا على جالوت وجيشه في ثقة كبيرة وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله في هذه اللحظة برز جالوت في دروعه الحديدية وسلاحه وطلب أحدا يبارزه فبرز من جيش طالوت فتى صغيرة هو داود وكان مؤمنا بالله تقدم داود بعصاه وبخمسة أحجار ومقلاع وهو نبلة يستخدمها الرعاة وتقدم جالوت بالسلاح والدروع وسخر من داود ولكن داود أصاب جالوت وقتله وبدأت المعركة وحقق الله وعده وانتصر جيش طالوت على جيش جالوت وهزموهم بإذن الله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين جلست الأم ذات مساء تساعد أبناءها في مراجعة دروسهم وأعطت طفلها الصغير البالغ الرابعة من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من شرح ومذاكرة لإخوته الباقين وفجأة تذكرت أنها لم تحضر طعام العشاء لوالد زوجها المسن الذي يعيش معهم في حجرة خارج المبنى في فناء البيت وكان لا يترك حجرته لضعف صحته فأسرعت الأم بالطعام لوالد زوجها وسألته إن كان بحاجة لأية خدمات أخرى ثم تركته وعندما عادت الأم إلى أبنائها لاحظت أن الطفل الصغير يقوم برسم دوائر ومربعات ويضع رموزاً فسألته ما الذي ترسمه يا حبيبي فأجابها بكل براءة إني أرسم بيت الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج فرحت الأم بإجابة طفلها ثم سألته وأين ستنام؟ أخذ الطفل يريها كل مربع ويقول هذه غرفة النوم وهذا المطبخ وهذه غرفة الضيوف وأخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف البيت وترك مربع منعزلاً خارج الإطار الذي رسمه ويضم جميع الغرف فتعجبت الأم وسألته ولماذا هذه الغرفة خارج البيت ومنعزلة عن باقي الغرف أجاب الطفل إنها لك سأضعك فيها تعيشين كما يعيش جد الكبير نزل كلام الإبن على أمه كالصاعقة وأخذت تسأل نفسها هل سأكون وحيدة خارج البيت في الفناء دون أن أتمتع بالحديث مع ابني وأطفاله وآنسوا بكلامهم ومرحهم عندما أعجزوا عن الحركة من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وهل سأقضي ما بقي من عمري وحيدة بين أربعة جدران دون أن أسمع لباقي أفراد أسرتي صوتاً نادت الأم على الخدم ونقلت بسرعة أثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الطيوف والتي عادة تكون أجمل الغرف وأحضرت سرير والد زوجها ونقلت الأثاث المخصصة للطيوف إلى غرفته خارجاً في الفناء وما إن عاد الزوج من عمله حتى فوجأ بما رأى وأعجب به ثم سألها ما الداعي لهذا التغيير أجابته الدموع في عينها أختار أجمل الغرف التي سنعيش بها أنا وأنت إذا أعطانا الله عمراً وعجزنا عن الحركة وليبقى الضيوف في غرفة الفناء ففهم الزوج ما قصدته وأثنى عليها لما فعلته لوالده الذي كان ينظر إليهم ويبتسم بعين راضية وما كان من الطفل إلا أن مسح رسمه وابتسم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر